نزانين راتكليف وأنوشا عشوري البريطانيان يستعدان حريتهما من إيران بعد اعتقال دام عدة سنوات قضية حملت سجالات على مدى سنوات حتى أعلن المحام حج كارماني عن إطلاق صراحهما وهما يتجهان لمطار طهران استعداداً للمغادرة إلى لندن الخبر أكدته أيضاً النائبة البريطانية توليب صديق معلنة أن راتكليف المحتجزة منذ العام 2016 في إيران بتهمة التآمر لقلب النظام في طهران في طريقها إلى المملكة المتحدة إيران عبر إعلامها الرسمي قالت إنه تم تسليم راتكليف إلى السلطات البريطانية وربطت صحة الإفراج عن المعتقلين بدفع لندن 530 مليون دولار مقابل إطلاق صراحهما وهو دين قديم رفضت بريطانيا تسديده منذ الإطاحة بشه إيران عام 1979 الحكومة البريطانية لم تنفي ملف الدين وأكدت أن لا علاقة له بإطلاق صراح المعتقلين البريطانيين منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة قالت إن المعتقلين تم سجنهما بتهم مفبركة حول الأمن القومي مطالبة إيران بالإفراج الفوري عن بقية البريطانيين المحتجزين في السجون الإيرانية محاسن حدارة العربية